سلام احبابي تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدام الجداد والناس اللي لتحقوا بهذه القناة لقدام الجداد بدون استثناء الناس داخل الوطن او خارج الوطن او الناس اللي في الدول العربية نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم ما تنسوناش احبابي للايك ديالكم هما اللي تدعمونا واللي تزيدوا بالفيديو القدام تنتمنى يا ربي يعونكم في خفائل عونتو هاد القناة اذا اليوم جيت وجبت لكم وجوج وصفات من اخطر الوصفات اللي غادي نحط في القناة ولا يجبت لكم هالجوج وصفات باختياري لان على حسب التعليق على حسب التعليق ديالناس كان الناس اللي ما عندهمش الظهر عندهم الحسد وللعين اللي وقفة اليوم ظهرهم البنت محجوبة على الزواج او محجوبة على العمل او محجوبة على الخطاب او الزوج اللي بدون عمل ما عندوش قبول في العمل او المرأة اللي تتكون دائما عندها طاقة سلبية فيما مشات تتجيب مريضة وتتجيب معها المرض اذا المرض اللي تكون بسبب العين اليوم غادي نحط لكم وصفة وغادي نحط لكم وصفة تهزيها معك باش متشتش فيك العين وفي نفس الوقت يكون عندك قبول ان شاء الله اذا وناش بلي لايك ودائما غادي ندعمه بعضياتنا لحت شي تعليق ولا شي سؤال او بغي وصفة نحط عليه على رسي وعينيها مهما انا حال لهاد القناة الا للخير والطيب مع الناس اذا احبابي ما تنسوناش بلي لايك باش نزيدوا القدام وان شاء الله نعطيكم دائما الايجابي البنت اللي بغا تحيد العين وتجيب قبولها في نفس الوقت عندها نحس ودائما تتحس برأسها عندها مشاكل المطلقة الى الطلقات تتعدف رأسها وما تبغيش عوديني تعود جوج تكون عندها عين او حسد او سحر ليسبب لها الطلاق ذا اللي هي نفور من الناس دائما عندها وحد عندها قلة الطيقة في نفسها مدام فشلت في العلاقة اللولة دائما تتكون مغبونة او تكون دائما عندها وحد طاقة سلبية في الشخصية ديالها تتكون مهزوزة اذا اليوم غادي نعطيكم جوج وصفات مخيرين وزوينين اللي غادي يعطوكم دائما الدعم حاولوا انكم تدرهم هات جوج وصفات ولو مرة في العام وتعطيها لأي شخص شتيه عنده قلة الزهر وتوقف الحال في اموره بسبب العين او الحسد دائما تنحطوا الاسباب والاسباب بيدي الله اذا اليوم غادي نخدمو بالشبة الشبة معروفة قطع ديالها بيضاء انتم الشبة الشبة رائعة في تخلصك من النحس وطاقة العين وطاقة اللي تتعطيك ركود في كل شيء ركود في العلاقات وركود في الحياة ديالك دائما تتكون مصابة بالعين بتفواه العين انتي دمعو الشعر تيطيح اه احتر رموش ديالك تيطيحو اه الركابي ديالك او الرجلين ديالك تيعطوك الحريق في الليل من يجيك شنعاس وديما عندك الحريق في الركب ديالك اذا هديك من العين عدنا الشبة التانية للقبول اللي غادي تهزي معاك وان شاء الله غادي يكون عندك طاقة ايجابية اذا تبعوا الفيديو باش انكم تستفدوا وان شاء الله يكون عندكم باقة ايجابية ان شاء الله وتكونوا دائما عندكم اه حض جيد في اه حياسكم اذا عندنا واحد عود الند اللي غادي نبخر به اه قطعة الشبة ديالكبول وانا تنقرأ واحد الاسم من اسمها الله الحسنى وغادي ندير الدعاء باش يكون عندي اه الزار والميمون اما هات الشبة قطعة كبيرة غادي نوضعها في كأس الماء بعد ما دوزها على الجسد ديالي وانا تنقرأ صورة الفلق اتقرأ صورة الفلق على اتقرأها اتقرأ صورة الفلق على الشبة وانتي تدوزي على الجسد ديالك تدوزي على الجسد ديالك بالكامل بالكامل وانتي تدوزي وانتي تتقرأ صورة الفلق تتقرأ صورة الفلق وانتي على اسس انك بغي تترضي التوابع ديال العين الحارة اتقرأها عدد واحد وعشرين مرة وهذه تقرأ سبع مرات هذه الاية لابطال العين الفلق صورة الفلق واحد وعشرين مرة وهذه الاية اللي غادي نقرأ لكم اتقرأها سبع مرات صدق الله العظيم هذي تقرأها سبع مرات وتنفتو على هذيك الشبة سبع نفتات حلكة فقط وغادي توضعوا واحد الكأس اللي غادي تقرأوا عليه صورة الفاتحة وغادي تقرأوا عليه صورة الفاتحة سبع مرات غادي توضعوا هذي تشبة هنا في كأس الماء بعد ما قرنا عليه صورة الفاتحة هذي الشبة والماء غادي تضيف لها قليل من الملح معلقة صغيرة ديال الملح غادي تقرأ لها صورة الفلق مع الآية من صورة القلم اللي غادي ان شاء الله تبقي الدوزي في الليل على الجسد ديالك هذي الماء غادي تشبة غادي تدوب غادي تدوزي شيء قليل على الصدر ديالك والرجلين والبطن والكاتفين مع اليدين غادي تديري هكا وتحاولي انك توزيع اليدين ديالك من هنا حتى للمرفق اذا اتحاولي ان الشبة دوزي اغلبية على الكتفين والصدر قليل ديال الشبة ما بين العنق والجبهة غادي تبقي دائما دوزي على الجسد ديالك في الليل وانتي مطمئنة لان العين غادي تخرج الى حسيتي بوحد القريص في رجلك اليومنا او الاسرة عارفي بان العلاج سبحان الله ديالعين بدا تتخرج هذيك العين او قرصة في الصبعك الكبير عارفي بانك رأ العين خرجات او تتحسي الوقت اللي تديري هاد الماء الوقت اللي تديري هاد الماء تتحسي بعينك تيدوزي بالدموع او تتحسي بانك يجيك العاس اذا هذيك العين سبحان الله بدي تتخلصي منها اما هاد شبة ديالقبول غادي ناخد واحد منادين جوج منادين حلكة جوج منادين وغادي هذي ان شاء الله ناخد ناخد هاد البخور نشعله ونتنقرأ اسم العزيز غادي نقرأ 51 مرة يا عزيز انشده بحلقة بعد ما نبخر ونتنقرأ اسم العزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز بعد ما نكمل 51 مرة وغادي نصلي على السيد الخلق بالصغر اللي بغيتي 51 مرة إذن غادي نقرأ الصلاة على الحبيب 51 مرة وغادي نقرأ اسم العزيز 51 مرة وغادي نقرأ البسمة الشريفة 19 مرة وغادي نقرأ الدعاء ديال اسم العزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز ثلاث مرات يا عزيز عزني مع جميع الناس يا عزيز يا عزيز عزني بعزتك يا عزيز مع فلان ولد فلانة يا عزيز يا عزيز عزني مع نساء ورجال أو مع مدير أو شخص معين أو إنسان بغيسي يقول معك في الاسم العزيز يا عزيز يا عزيز عزني مع فلان ولد فلانة أو عزني مع أولاد حواء وانتي تدقري اسم العزيز حتى تكملي واحد وخمسين مرة ومبعد تديري الدعاء ثلاث مرات. اذا دعاء يا عزيز عزني بعزتك يا عزيز مع جميع الناس او مع فلان ولد فلانة او مع اي شخص مديرك حتى عائلتك اي شخص وغادي توضعيها في المناديل هاد البخور رتحطي احدى الباب يكمل البخور اه هاد البخور ما تطفيش الوقت ليس بخري بيش شبا خليه شاعل في البيت لانه بديتي به العز والقوبول ديالك خليه يكمل ومع هاد شبا غادي تزيها ترشي شيء قليل من باقفان ديالك وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته تزيها دري لها بعد ما تحطيها في منديل ابيض وتحطيها في بابي اليوم وتزيها معك اين اه فيما مشيتي او اين روحتي يكون معك هادك القبول ولكن حصنيه بآ بابي اليوم لانه يد اي حاجة تنقرأ عليها قراءة القرآن تنحصنها ببابي اليوم ولو انني ندخل بآ الصاك ديالي او المحفظة ديالي الى اه دوش او في العمل يكون المراحد ندخل الصاك ديالي او ندخل الحاقبة ديالي تنطر ندخلها معايا اذا غادي يكون محصن ببابي اليوم اذا حبابي تنتمنكم تديروا هاد الوصفة لانها رائعة واكتر من رائعة حاولوا غير تديروها وانتم عندكم يقين بان الوصفة من اخطر الوصفات اللي غادي تعطيكم العز والقبول والطهر لكم اه العين والحسد في دقة واحدة اذا جوج وصفات واحدة للعز واحدة للابطال العين اذا تنتمنى لكم حد سعيد تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يعاونكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته